بأضحية العيد عاد المواطن عبد يوسف الريمي إلى بيته ليفرح أسرته لكن سراق الفرحة ومغتالي أعياد اليمنيين كان لهم رأي آخر إذ أطلق قناص حوثي النار على الريمي من تبة القارع في تعز ليخطف روحه أمام أولاده الذين خطفت منهم الرصاصة الغادرة حياة أبيهم وفرحة عيدهم بل وفرحة الحياة لم تكن الجريمة الحوثية بحق الريمي في عيد الأضحى حالة استثنائية بل هي حالة ضمن حالات أخرى كثيرة ناتجة عن قنص متواصل لم توقفه حتى صلاة العيد وذلك هو الوجه الطبيعي لميليشيا يسوءها أن يفرح الناس فتبادر لاغتيال كل فرحة ففي التوقيت الذي كان الريمي وآخرون يلفظون أنفاسهم بفعل إجرام الميليشيا كان هناك أيضا مسافرون يختنقون في الطرقات الوعرة التي أجبرتهم الميليشيا على عبورها للعبور من طرف المدينة إلى وسطها لتغدو صورة أحد المسافرين من كبار السن وقد توسد حجرا ليرتاح بعد ساعات طويلة من ساعات الانتظار في طريق تكدست فيه السيارات أيقونة كاشفة لمدى المشقة التي أوجدتها الميليشيا وتصر على استمرارها الرصاصات التي تغتال فرحة العيد ومشقة الطرق بين طرفي المدينة التي تقطعت بسببها أوصال الأسر في عيد الوصول والاتصال مظهران ضمن مظاهر أخرى كثيرة أنتجتها ميليشيا اغتيال الفرحة ووأد العيد فملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا سرقت منهم ميليشيا إيران العيد وفرحته بأكثر من أسلوب ووسيلة حيث المنقلبون على كل اتفاق يعملون بكل طريقة لسرقة الفرحة حتى من أعماق القلوب وفي مقابل سراق الفرحة أبطال يواصلون التضحيات في عيد الأضحى ليصنعوا فرحة الوطن وعيد المواطنين ولن يصمد سراق الفرحة أمام صناع الأعياد ترجمة نانسي قنقر